عزيزي المزارع لتجنب زيادة نطج السمار وبالتالي الحفاظ عليها من التلف أثناء النقل والتداول لازم كمان تاخد بالك عزيزي المزارع إن الجمع بيفضل يتم في الصباح الباكر ويفضل التوقف عن الجمع وقت ارتفاع درجات الحرارة ولازم نراعي وضع السمار بعد الجمع مباشرة في أماكن مظللة بعيدة عن إشاعة الشمس المباشرة مع ضرورة فرز واستبعاد الطماطم المصابة أو شديدة التراوة ومهم جدا نحرس على انتظام الري بحيث يتم في الصباح الباكر وعلى الحامي وعلى فترات متقربة وبيوصف الفترة دي بإضافة دفعة أو دفعتين سماد أزوتي حوالي 100 كيلو جرام لكل فدان بعد الجمع الأولى أو الثانية خاصة في حالة طول فترة الجمع وما تنساش عزيزي المزارع إن الالتزام بالتوصيات هو طريقك المضمون لإنتاج محصول وفير اشتركوا في القناة